السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بيكم من جديد في قناة فسر حلمك مع نسمة خاطر النهاردة ان شاء الله انا مش جاية فسر حلم النهاردة ناجح اقول لكم على احلام ورؤة بتدل على الزواج القريب باذن الله للبنت العزباء والشاب الاعزاب والمرأة المطلقة كمان اه هقول رؤىك شير جدا في الفيديو ده وكمان هعمل سلسلة عن الاحلام اللي بتدل على الزواج القريب عشان ايه احلامك يشير جدا جدا افادكم فضلا وليس امرا ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله تبارك وتعالى النهاردة هنذكر 8 رؤى بيدلوا على قرب الزواج باذن الله وزي ما قلتلكو هيبقى فيه سلسلة وكل مرة ان شاء الله هنقول 8 رؤى و10 رؤى بتدل على قرب الزواج اول رؤية هي رؤية عيد الميلاد للبنت العزباء لما تشوف البنت العزباء ان هي في عيد ميلاد وعيد الميلاد ده فيه ناس كتير جدا جدا ايا ان كان عيد ميلاد بتا مين يعني شافت عيد ميلاد ممكن تكون صحية مش فكرة هو عيد ميلاد مين لكن هي فكرة ان هي شافت عيد ميلاد في الحلم بشرط يعني ان يكون فيه تجمع كبير من الناس هذه الرؤية باذن الله تدل على قرب الزواج تاني رؤية وهي رؤية الماء في البيت رؤية الماء في البيت دي بتدل على الزواج بس بشرط يعني ما ينفعش احلى من البيت بيغرق او فيه مية حاسساني بالخوف في البيت في المنام وقولك بتدل على الزواج لأ مش كده انا قصد ان الماء اللي تكون مفيش استشعار في المنام ان الماء ده دار ليك بالعكس هو امن جدا مية عادية جدا بس بشرط ما تكونش امن حمل نخايف او زهام من مية دي لا المية في البيت من غير ما تكون ضرة دي رؤية ان شاء الله بتدل على الزواج القريب طيب تالت رؤية الرؤية التالتة وهي رؤية المسكن الكبير او المنزل الكبير المنزل الكبير او المسكن الكبير رؤيتي كمان بتدل على الزواج باذن الله تبارك وتعالى طيب رؤية العصور على المال في المنام الرؤية دي برضو بتدل باذن الله عن الزواج القريب خمسة رؤية صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر اللي احنا بنصليها صلاة الفجر دي لها معاني كتير جدا جدا وكلها خير ومن ضمن المعاني دي هي الزواج القريب باذن الله تبارك وتعالى طيب رؤية شراء الطعام في المنام اللي بيحلم ونهو بيشتري طعام في المنام دي برضو من الرؤى اللي بتدل على الزواج القريب بإذن الله تبارك وتعالى سبعة رؤية التوقيع على عقد الزواج أو على عقد الكرون يعني مثلا البنت العزباء أو الشاب الأعزب بيحلون هما بيمضوا على عقد الزواج في المنام دي برضو رؤية بتدل على قرب الزواج إن شاء الله رؤية الشاب الأعزب وهو بيخيط بدلة شايف إنه هو بيخيط بدلة أو بيفصل بدلة دي رؤية جميلة بإذن الله بتدل على الزواج القريب طيب من دمني بقى بمناسبة الخياطة يعني بارتباطها بالحلم اللي هو بيدل على الزواج القريب في رؤية عايزة أذكرها للمطلقة وهي رؤية خياطة الفستان لو المطلقة حلمت إن هي بتخيط فستان دي معانيها بإذن الله الزواج بس مش الرجوع لطريقها وكل حاجة طبعا ربنا ولا أعلم بيها بس دي تفسير الرؤى والأحلام يعني رؤية خياطة الفستان للمرأة المطلقة معناها بإذن الله الزواج القريب بس من رجل يعني من عريس تاني مش من جزر الأولين آخر رؤية وأحلى رؤية بحب أختم بيها رقم تمانية وهي رؤية عمامة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام دي برضو رؤية بتدل على الزواج القريب بإذن الله النهاردة ذكرنا 8 رؤى بإذن الله كل مرة حنذكر تمانية وحنذكر عشرة وحنعمل سلسلة لإن في أحلام كتير جدا جدا بتدل على الزواج القريب بفضلا وليس أمرا لو الفيديو قفتكو دعموني بلايك وشي وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكو كل جديد بحبكو في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته